مساء الخير مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج رئاسية والذي نواكب فيه الحملة الانتخابية لرئاسية التسابع السبتمبر المقبل والذي انطلق منذ خمسة أيام ثلاث مترشحين في سباق هذه الحملة أكيد زيارة العديد من الولايات برنامج تاري وأيضاً خطابات وتصريحات لاستمالة الناخبين أيضاً لكسب ثقتهم أيضاً إلى يوم الاقتراع يوم السبع سبتمبر أيضاً خامس أيام الحملة الانتخابية ونهاية العد التنازل يقترب وأسبوعين أمام كل مترشح لإقناع الناخب الجزائري ويتواصل الخطاب ويتركز أيضاً على تحسيس المواطن على مدى أهمية المشاركة واختيار الرجل المناسب لهذه المرحلة طبعاً سنواصل تغطيتنا لتحركات المترشحين عبر مختلف الولايات ونرسود لكم تصريحاتهم لنناقشها هنا في بلاتو رئاسيات لفقة ضيوفي في التحليل يحضر معي اليوم السيد أحسن خلاص محل القناة الوطنية أهلاً أحسن أسماعيل شكراً لتواجدك معنا أيضاً يحضر معي المحلل السياسي أيضاً سعيد إرزي مرحباً سعيد حياة طيبة شكراً على تلبية الدعوة إضافة إلى ضيف البرنامج سيد عبد الوهاب بن جلول الناشط الجمعوي مرحباً أستاذ سلمك مرحباً لكم شكراً لك أستاذ بن جلول إذن كما قلت سنرصد تحركات المترشحين في يومها الخامس اليوم كانت عديد من الزيارات المترشحين إلى عدد من الولايات نبدأ بالسيد المترشح عن حركة أو عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيشة الذي زارة ولاية البويرة هذه الصباحة ثم عرج إلى ولاية فيجايا أين قدم أو زار طبعاً منطقة صدوق ظريح الشيخ الحداد إضافة إلى الذهاب نحو أين عقد مؤتمر صمام لتزامناً مع ذكرى إنعقد مؤتمر صمام المصدف لعشرين أوت إذن هذه الصور كما تتابعنها ليوسف أوشيش ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستفشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذن كما تبعتم هذه مقتطفات لزيارة المترشح يوسف أوشيش لولاية بيجايا إذن زارة كما قلت ضريح شيخ الحداد المقاومة الجزائر البطل ثم عرج إلى منطقة الصمام بقرية إفري أزلاجنة التي انعقد فيها مؤتمر الصمام بداية نبدأ بسيد سعيد إرزي يعني يوسف أوشيش اليوم في بيجايا وفي البويرة يعني زيارة أيضا عندها رمزية وعندها دلالة ممكن في اليوم الخامس حتى أماكن التي اختارها يوسف أوشيش في الصدوق ثم يعني في أيضا مكان انعقاد مؤتمر صمام خاصة رمزية التوقيت بذات وخاصة نحن في ذكرى المصادفة لانعقاد مؤتمر صمام لذكرى المزدوجة وهجمات شمال قصنطي تحية طيبة للأخ سعب لهاب هذا عب لهاب جاكون هذا عب لهاب من جلول بالحقيقة يعني كما تكلمت البارحة عن تحليل لخراجات المترشح أوشيش عن حزب جفة القوة الاشتراكية تكلمت عن برنامجه الذي قام به اليوم والآن في هذه اللحظة رأه في أوزل إزلاجل بدأ بمدينة الأخذارية عندها رمزية كبيرة وحتى أوشيش رأه يخدم بواحدة طريقة أنه يعطي الرمزية للمنطقة الأخذارية هي يعني تعتبر قلعة من قلاع الثورة التحليلية التي هي تعتبر بوابة ما بين الولاية التاريخية الرابعة الولاية التاريخية الثالثة الثالثة صحيح يعني عندها رمزية تاحة زيد على ذلك أنه لما يروح إلى ضريح الشيخ بالحداد في صدق أوفلا في قرية صدق أوفلا يزور الشيخ الطريقة الرحمانية هنا فيه بعد من يريد أن يمر الرسالة أنه لابد من الرجوع إلى المرجعية الدينية الوطنية ويعتبر الشيخ بالحداد من المراجع الدينية الوطنية في الجزائر وهذا ما يجب على كل يعني النخب والطبقة السياسية أنه تسوق لهذا المفهوم لأنه في زمن يعني أصبحت فيه المرجعيات من هب ودب يعني يحوز كيفية يأثر على الجماهير من خلال مرجعية ليست بمرجعيتين ثم الآن في أوزلاجن حيث وضع بقط الورود في المكان الذي أنعقد فيه مؤتمر الصمام ولو أنه اليوم هو 19 يعني نهار قبل يوم إنقاذ المؤتمر لأنه هو يريد أن يحتفل بالذكر المزدوجة لأحداث أو للهجوم القسنطيني ويعني يبدأ بإفري وغدا إن شاء الله يكون في قسنطينة وراح يعني يدخل في هذا الإطار إذن الاستراتيجية والخطة اللي رأي يخدم بها أو شيش الآن يعني عندها خلفية وعندها مرجعية وهذا جزء من التكتيك وجزء يعني من العمل السياسي الذي يريد أن يدغدغ به مشاعر الهيئة الناخبة ناخبة وأظن أنه الآن بجاية يعني إحنا على بنابلي في الاستحاقات الأخيرة بجاية تعتبر من المناطق اللي كان فيها مقاطع الانتخابات كان فيها عزوف الانتخابات أظن أنه هذه المؤشرات تعطي لنا مؤشر إيجابي على أنه رح يكون فيه مشاركة في الانتخابات ليس لي صالح أو شيش يعني هو ابن منطقة القبائل لأنه قلنا البارحة أنه جبت قوى الاشتراكية عنده الآن يعني نظرة وطنية ومنذ 63 ما وش حزب جهوي وحتى الخرجات تنتعوا لابدها في العاصمة فنهار أنه الحملة الانتخابية رح التبازة البارحة كان في عند دفلة وغدا سيكون في قسنطينا ثم عن نابع إذن هذا يدل على أنه الحزب الآن يريد أن يؤكد للطبقة الناخبة أو للهيئة الناخبة على أنه حزب وطني وحزب منتشر عبر طراب الوطني نعم وهو ما شهدناه ممكن في هذه الصور التي تابعناها الآن من وليات بجاية حسن خلاص يعني يوسف أو شيش أكيد مهم جدا أنه تكون ذكي وتكون عندك نظرة وتواكب يعني الأحداث وتواكب المستجدات إن صح التعبير مدام أنه ذكرى يعني توازي ذكرى تاريخية عزيزة على القلوب الجزائريين كيف ترى أهمية استغلال هذه الأحداث التاريخية في الترويج لمترشح من الانتخابات الرئاسية أكيد يعني تختلف الأجيال لكن كل جزائريين يعني يتفقون على رمزية التاريخ وخاصة ثورة التحريرية المجيدة على كل حال يمكن النصف هذا اليوم بالنسبة لي مترشح جبهة القواليش تراكية يسع أو شيش ويوم الذاكرة بمتياز من الأخضرية إلى صدوق إلى كلها محطات تاريخية وروحية في نفس الوقت ووطنية فكما ذكر سي سعيد أن الأخضرية ربط هي منطقة همزة وصل بين الولاية الثالثة والولاية الرابعة وفيه امتزجة دماء الجزائريين من مختلف يعني الانتماءات الجغرافية والإيديولوجية وغير ذلك صدوق أيضا ولما نتحدث عن صدوق والشيخ الحدد الشيخ الطريقة الرحمانية ونحن نعرف جيدا أن الزعيم الحزب حسين أيتحمد وينتمي إلى الطريقة الرحمانية والشيخ محند الحسين أيضا ينتمي إلى الطريقة الرحمانية فهي هناك جسر بين وفيه رمزية للتذكير بأن حزب جبهة القوى الاشتراكية والمورشح أو شيش الذي يمثله ليس مفتقرا ليس مجردا من الذاكرة من الذاكرة الروحية من الذاكرة الرعية الآن بالنسبة لأزلاق يعني ذو بعد ديني طبعا طبعا روحي أنا نقول روحي وأكثر من الكلمة الديني لأنه الجانب الصوفي هو جانب روحي صحيح يعني فال بالنسبة لمؤتمر الصمام حقيقة الاحتفال الرسمي غدا ولكن نحن نعرف هو قد زرنا يعني المنطقة في عدة مرات بهذه المناسبة هي ذات تلك البقعة يعني يلتقي فيها الناس جميعا يلتقي من كل أطياف صحيح فبالتالي هو تجنب أن يتحول يعني ربما لا قدر الله إلى صدام أو شيء من هذا القبير لأن هناك جماعة هو معروف أن هناك ربما جماعات أو أفراد ممكن عندهم أغراض أخرى ممكن يستغلوا هذه الحملة لربما ليسئوا إلى المترشح وإلى برنامجه ولهذا هو تفادى وهو ربما يعني قرار حكيم من طرفه فأعتقد أن فقط نقطة أخيرة يعني بالنسبة هذا بالنسبة لذاكرة بالنسبة للأسلوب فيه نوع من العنفوان فيه نوع من كيف نعبر عليه بالفرنسي معنى فيه يعني نوع من من العنفوان والحدة نوع من فرض الوجود على المترشح نعرف نعرف التصحر الذي يسود في الساحة السياسية نحن نعرف الوضع المناخ والتقص الذي الذي تجري فيه هذه الحملة صحيح والعمل الجواري هو عمل إيصال الفكرة يعني وعدم دعوة الناس إلى التجمعات نعم الوصول إليهم مباشرة وتبليغهم الأفكار عن قرب نعم واضحة حسن خلص أستاذ بن جلول اليوم أو يوسف وشيش تحدث وقدم أيضا تصريحات بخصوص سواء زيارته إلى البويرة إلى بيجايا قال أنه يجب أن يتحول السابع سبتمبر المقبل إلى حراك انتخابي يعني قال أنه يجب أن يكون هناك حراك انتخابي عكس ما كان ممكن قبل يعني الدعوات المقاطعة وغيرها من الدعوات اليوم يطالب بضرورة التوجه نحو التصويت وجعله حراك انتخابي وتحدث عن الأسباب التي يجب أن تصاحب هذه العملية الانتخابية بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكركم عن هذه الصدافة الطيبة وفي هذا الحدث يعني التاريخي والذي نعتبره هو عرس يعني بالنسبة للجزائر بعد خمس سنوات ربما مننا نرجع يعني قليلا صحيح المشهد السياسي يعني بالانتخابات السابقة 12-12-19 ونقارنها بالبيئة الانتخابية لسابع سبتمبر القابل يعني في اختلاف كبير صحيح مقاطعة والأصوات مترددة وأصوات متمنعة يعني كان بصاحب منخسي متمنعة واليوم نشهد يعني أن الجميع يعني نتكلم على الأصوات المرتفعة الجميع كلهم متفقين أن نذهب إلى الانتخابات دون نقاش لم تعرض حتى النقاش ربما هذا يعني مؤشر جميع جدا وكما يعني حلل الأستاذين الفاضلين زميلي وصديقي وعزيز علي السعيد يعني أنا لا أخوض من حيث يعني التحليل الشخصي للخطاب أو فقط يعني أشير أنه بالنسبة كما ذكرت منذ قليل أننا يعني الحمد لله رب العالمين نقول لك يعني أنا كمواطن وجاير من البلاد وجاير الأخرى مواطن أنه الجزائري اليوم يعني قلوبهم فرحة فرحة بالنصرون جدا لأنه لما نشوف فيه تنافس على نفس المسافة أنا بالنسبة إلي الآن الثلاث مترشحين كلهم رؤساء حتى يفصل صندوق صندوق الآن كلهم رؤساء حتى يفصل الصندوق ويتنافسون بكل حرية واليوم نشهد يعني المترشح يعني 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 الذي يعني زار الآن ولاية بويرة ربما كان دايما نرجع سابق أنه ربما كان من يذهب لها أحد المترشحين بشكل محتجم صحيح ولكن ما لحظناه واختار الوسيلة ليس فقط بين أربع جذران يعني أنه يبلغ رسالته ويبلغ برنامجه بل نزل إلى الشارع طريق الشارع ربما هذا مؤشر على أن ليس فقط يعني على مستوى الساسة وقياد الحزبين فقط مقتنعين بل حتى الشارع على مقتنع بالحدث هذا بالخوض الانتخابات فما أن ينزلوا إليهم ويقلعوهم ببرامجهم واختيار يعني الأسلوب يعني العمل الجواري هو تكريس لمبذأ الحوار لأنه لما تنزل بشكل جواري منذ ما شاهدنا تصور منذ قليل يعني فهو يتحاور مع الناس بشكل مباشر فالرئيس يتحاور مع شعبه قبل أن يخوض إذا وفق في الممكن في الانتخابات وفاز بهم كأنه يشاورهم يشاور فيهم وذا شيء جميل مؤشر جميل ويعطي إطمئنان يعني كنا سابقا يعني كلكم تعرفوا بشكل مرنا والليوم شوفوا هذا المشهد ربما يدخل في قلوب لأن نحن كمواطنين وكمجتمع مدني يعني نوع من الطمأنينة والشيء الإيجابي الأكثر ما هو هي استرجاع الثقة المفقودة أين أين كنا نذكر أن الانتخابات مفصول فيها معني مدير فيها والشيء الذي يميز لو أرجع قريبا بعد إيد الأستاذ الفاضلي نعم أنه لأنا تبعت يعني المترشح منذ بدايته تصريحه منذ أن سلم الاستمارات أن الحزب هذا على بلوش رويدير مشاركته في الانتخابات لها أهذافها وصرح بها أهذافها واختار الكلمة التي قلتها سؤالك أنه نريد أن يكون هذا اليوم حراك انتخابي فهو يعني ما يقول لأنه نستمد القوة الآن نستمدها على مرحلة هذه من الحراك المبارك السابق هو الذي أوجد لنا هذه البيئة نعم نخفيها البيئة هذه التي تحرك فيها بأريحية ونستعبر على البرامج تاع وبيتري حتى الحراك كله كان فيه نقاش على الأذى والأسلوب تاعه الآن بدأت تفصل ما هي وين نذهب الحراك هاو الحراك تاعي يوم سبعة سبتمبر أنت كنت في الحراك السابق تاع في 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 الآن الحراك إذا كنت فعلا تؤمن بهذا الوطن وتريد الاستقرار لهذا الوطن نعم ونحن كل الجميع يرى الآن التداعيات اللي هي المنصبة على الجزائر تاعنا وكل يتكالب عليها لأنها نعم الحمد لله خرجت من الأزمة التي كانوا يريدون أن يدخلون الجزائر فيها وتصبح كبعض الدول المجاورة وده دخلت بلادنا قدر الله في أمارات ولكن سلكة الحمد لله وههم مترشحين وعبرون عن ذلك بكل نعم راح نرجع ممكن كل نقاط لفصلت فيها سيد عبد الوهاب بن جلول طبعا لو إذا أمكن المخرج يبث لنا الصور التي من ولاية البويرة صور الأخرى ليوسف البويرة أيضا هذه الصبيحة كما تتابعون في هذه الصور التقى بالمواطنين هو يلتقي في كل خارجاته بالمواطنين يعني ممكن تعلق سعد إرزي أنه يوسف أوشيش ما يبيز حملته لحد الآن تقريبا كلها عمل جواري ويحتك مباشرة بالمواطن ويلتقي ويتبادل أطراف الحديث مثل ما نشاهد في هذه الصور لو ممكن فيها وممكن تعلق سعد سعد أظن أنه ما لاحظته أنه يوسف أوشيش يتكلم بكل أريحية وكأنه يعني هؤلاء الناس زارهم من قبل يعني 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 يعرف ويتكلم ويركز في في كلامه على الجانب لأنه نتلك لما تتكلم عن المواطن المواطن يتكلم لك على القدرة الشرائية يتكلم لك على الجانب الاجتماعي أنا أظن أنه كل تدخلاته جواري العام الجواري كان يتكلم على رفع القدرة الشرائية وطرح أنه يقول لك والحد الأدنى للراتب يكون أربعين ألف يعني حتى طلبان نعطيولهم عشرين ألف دينار يعني هذا يعني من بين يعني يقول لك لو ينتخبون الشعب هاي الوعود اللي راح نديرها يعني هذه تعتبر طريقة من طرق القوية في أمريكا كندا أوروبا يعني المطرشيحين يروحوا إلى الشعب ويتكلموا مع الشعب تكلم الباري حال أخ عبدوها بجاكون على قضية السوق السوق مهمة جدا أنه واحد يروح يربط إلى السوق السوق وثمان يدوروا الناس لأن السوق تعرف القدرة الشرائية وراي ثم تعرف المواد الاستهلاكية شحال دير تعرف يعني المواطن الجزائري ربما هناك مواد فيها غلاء فاحش ربما فيها مواد يعني ميش موجودة في السوق الآخري من حقه يتكلم عن مترشح لأنه الآن ربما في الخمس سنين هذه ولما طرح الرئيس قانون مضاربة وحطه اسمه الآخري وحب يضرب بالردع هذا يدول على أنه هناك من يريد أن يتلعب بقوة الشعب الجزائري المواطن البسيط هذا لما يتلقى مع بأي مترشح سواء كان أو شيش أو التبون أو حساني أو ثم يتكلم على هذا الجانب إلا أنه يعني لما نشوف هناك تحليل سيميولوجي لهذه الصور لهذه الخارجات الجوارية لأو شيش أنا نشوف باللي مؤشر إيجابي كما قال سي بن جلون أنه المترشح يتكلم بكل أرياحية بدون عقدة ويتحاور ويتناقش مع المواطن لأنه المواطن قبل كل شي هو اللي راح يروح إلى الصندوق باش يصوت عليك بنعم أو لا ولا يصوت على مترشح نعم في سؤال آخر ممكن لحسن خلاص يعني مشاركة الأففاس وخليني نقل اليوم يعني شفنا الصور من ولاية بيجاية يعني قال سعد إرزي أنه المترشح يمشي بأرياحية ويلتقي بالناس هذا يدل أنه هناك مناخ آخر عكس ما كان في السابق شهادنا انتخابات السابقة كان عسوف كبير في هذه المنطقة كانت مقاطعة كبيرة لكن اليوم تشوف أنه تغير الحال وتشوف أنه ممكن نشوفه خليني نقول مشهد آخر سياسي آخر في هذه المنطقة طيب إضافة إلى الإصرار إلى الدخول إلى الأحياء والدقاء الناس والحديثي معهم وتبادل والتفاعل مع المجتمع هناك أيضا شيء ملاحظ من ناحية السيميائية هو أنه شيء خلع البدلة الكلاسيكية الرسمية صحيح وتماهى مع الناس يعني يعني أمشي ببدلة غير رسمية يعني يعني جرد نفسه من الطابع الرسمي الطابع الكلاسيكي الذي ربما نشاهده به على البلاطوهات أو غير ذلك ولا هذا مهم جدا يعني الاحتكاة يعني يريد أنها في الشكل وفي المضمون في الشكل وفي المضمون أعد فقط إذا أمكن إلى فكرة الحراك الانتخابي نحن نعرف طبيعة الحراك الحراك 22 فبراير هو حراك تجاوز الإيديولوجيات تجاوز الجغرافيات تجاوز الطبقية الفئوية وغير ذلك يعني جمع كل الشعب الجزائري بكل أطيافه وكانت الساحات العمومية خلال المسيرات فرصة يعني ربما مساحة وفضاء للتعبير لكل الجزائريين على اختلاف تعابيرهم يعني فيها تعابير مختلفة ومتنوعة هذا يشاهد تعبير هذا وهذا يشاهد تعبير هذا تعبير هذا وهذا الحراك الانتخابي يريد يتحول الحراك الانتخابي إلى طبيعة الحراك التي وصفتها وهي حراك يجمع كل الجزائريين وفرصة للنقاش ولتبادل الأراء ويعني قابول الاختلاف قابول الاختلاف نحن محتاجين في الجزائري لقابول الاختلاف والحراك غرص فكرة قابول الاختلاف كيف ترى هل هذا فقط لاستمالة واستعطاف طبقة شريحة كبيرة ممكن من مواطنين لهذه العملية أنه راني مهتم بكم خاصة أنه شريحة كبيرة تعني هذا المشاكل أم يعني هو عنده ممكن مبني على رؤى وحتى استراتيجية الحزب حتى أيضا مواقف الحزب التي معروفة هي اشتراكية حزب اشتراكي معروف بالضبط إذا كان وإذا كان ممكن من مواقف مستمدة من تاريخ الحزب أكيد أكيد يأكل واحد يرجع حسب مرجعية تعالي الحزب والمبادئ والأهداف الذي أسس عليها من حجبين طلق منها وكما ذكرت منها منذ قليل أنه الحزب هذا هو يعمل بشكل جماعي وبشكل احترافي بمعنى أنه الخطة اللي انتهجها في عملية يعني الحملة انتخابية تعالي عندها أبعادها وبالتالي هو نظر لعدم وجود الحزب انتشاره ما عنده شيء صار كبير في كتير من الولايات يختار أسلوب الذي يمكن أن ينتصر به بدون ما يستخدم وسائل واحد أخرى فطبيعة المجتمع الجزائي وطبيعة الناس العادية وشي يشوف واحد ماشي ومترش حزب ويتكلم مع واحد واحد يشتل بورتابل ويصور واحد يدير لقطة تنتشر روحة تخدم روحة وبتالي تصل كل ربوع الوطن اختيار الاسلوب هذا كان مدروس وسلوب وتصريحات ايضا في اسلوب وتبلي المشاكل اي واحد تضل على السكن ايوه هذا هو الرئيس يسكن العام عاد يكون رئيس ايو 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 هذا هو الرئيس يقولك اذا يبدأ يستمع يبدأ يتفرج ناس مشاهدين وبالتالي مرام يمشوا بطريقة احترافية وطريقة تنظيمية على بلهم وراه ما يجلس نوصل الوطن كامل بس ما عنديش لهيك ننتاعي مكاتل ولائي ننتاعي على مستوى الوطن اذا لازم نختار اسلوب وطريقة لتخلي لنوصل بها كامل لعله هذا هو نعم وضح سيد عبد الوهب بنجلون اذا ممكن نختم الجزء الاول لبرنامج التشريعيات او الرئاسيات سنواصل الحديث على المترشحين الاخرين الذين ايضا هم يجولون ويجولون في مختلف الولايات بعد هذا الفصل سنواصل مرحبا مجددا مشاهدين الى برنامج الرئاسيات والذي كما قلنا نواكب الحملة الانتخابية في يومها الخامس اذا المترشحون في مختلف الولايات لكسب تأييد شعبي على مختلف طبعا اليوم السابع سبتمبر المقبل لممكن التصويت لصالحهم ولصالح برامجهم الانتخابية اليوم كان هناك طبعا كما قلنا كنا تحدثنا على الحملة الانتخابية ليوسف اوشيش زارة ولايتين بجاية والبويرة الآن طبعا نتحدث على المترشح الحر عبد المجيد تبون الذي طبعا هناك احزاب سياسية مساندة ايضا خرجت على مستوى الولايات لتعبر عن دعمها لرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون المترشح الحر ورفعت ورفعت لبرنامجه الانتخابي واستكمالي طبعا عهدته لغاية تحقيق او لغاية انجاز كل ما يتعلق بالالتزامات التي قدمها للشعب الجزائري كما هذه الصور نتابعها متعلقة بالحزب جبت التحرير الوطني الذي طبعا كان في زيارة الى ولاية اعتقد ولاية تيزيوزو نعم كان في ولاية تيزيوزو عبد الكريم بن مبارك حزب جبهة التحرير الوطني هذه الصور اضافة الى حركة البناء الوطني عبد القادر بن جرينا الذي زار ولاية خنشلة كما نتابع في هذه الصور عبد القادر بن جرينا من ولاية خنشلة تحدث على التوزن الجهاوي اطلق منها شعار حملته فقال من خنشلة منتصرة وردد الشعار ثلاث مرات حسب فريق الرصد الذي ارسله لي باننا الجزائر منتصرة خنشلة منتصرة فاكرم خنشلة باول اجتماع لمجلس الوزراء واكرم خنشلة بان ارسل شعار حملته الانتخابية من خنشلة ولم يتفطن له احد من قبل هذا تصريح ايضا لرئيس حركة البناء الوطني عبد القدر بن جرينا كما قلت من ولاية خنشلة رئيس حزب جبهة المستقبل فتح بطبيق زار ايضا ولاية بسة ورئيس حزب الفجر الجديد طهر بن بعيبش كان من ولاية سطيف ايضا تحدث على اهمية المشاركة في الموعد الانتخابي تصريحات مختلفة لرؤساء الحزاب المساندة لعبد المجيد تبون من ولاية مختلفة التحدث على ضرورة التوجه بقوة الى صندوق الاقتراع يوم السابع سبتمبر المقبل كما رفعوا ودافعوا على برنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون نبدأ ممكن نقاشنا حول المترشح عبد المجيد تبون واليوم الخامس من الحملة الانتخابية نبدأ بك سيد حسن خلاص المترشح الحر عبد المجيد تبون في اليوم الخامس هناك احزاب مساندة هناك ايضا مديرية حملة ايضا تواصل نشاطتها على المختلف الولايات الرئيس كان البارح في ولاية قسنطينة ويعني كانت الزيارة رمزية الى كل الشرق الجزائري وتحدث على كل ولاية الشرق من ولاية قسنطينة كيف ترى لحد الان المترشح بن مجيد تبون لم انتهي ولايته ومدى الاقبال شهدنا قاعة القسنطينة ممتلئة عن آخرها شهدنا حتى الحزاب السياسية جلبت الكثير في القاعات التي اشرفت على تنشيط المنتدايات او الملتقيات حملتها الانتخابية كيف ترى هذه الحملة المترشح بن مجيد والله انا اعتقد ان اللقاء سيد ابراهيم مرداد مدير الحملة نعم رفقا بالاحزاب بعض الاحزاب الفاعلة ربما قد بدأ يؤتي اكله بالنظر الى التنسيق الذي يعني هو قائم بحيث فيه توزيع ادوار بين الاحزاب وفيه توزيع جغرافي ايضا متوازن لممثلي المترشح من احزاب سياسية لكن الذي يلاحظ ايضا ان هناك فئة مهمة او قطاع مهم جدا من داعمين لرئيس المترشح الحور عبد المجيد تبون لم تعطي لها الاعلام الاهمية وربما الابراز الضروري وهو المجتمع المدني لانه المجتمع المدني بموازات مع الاحزاب ينشط ايضا في عمليات جوارية في التقاء مع المواطنين بطريقته الخاصة يعني كأنهم جنود الخفاء لا يبرزون في الاعلام كما تبرز الاحزاب ولهذا يعني يضاف الى هذا الرصيد من التحرك المجتمع المدني على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني والعمل الجواري مهم جدا كأن فيه توزيع للأدوار الاحزاب تقوم بتجمعات والمجتمع المدني يقوم بعمل جواري ويتوج في كل مرة تتوج هذه السلسلة من اللقاءات من التحركات بتجمع للمترشح نفسه مثل ما حدث في قسنطينة ربما سيحدث في جانت وفي وهران والعاصمة هي تتويجات لحركية معينة طبعا إذن خلاصة القول هي أن هناك تنسيق هناك تنسيق خفي هناك جنود الخفاء يعملون في الخفاء وهناك بروز إعلامي منظم ومدروس وفيه تتويج لهذه الحركية في كل مرة بخطاب للمترشح الحر نفسه الذي دائما ينتظر لأنه سيكون فيه جديد في المرة الماضية تحدث عن حصيلته السابقة وهذا طبيعي لأنه لا يمكن أن يتحدث عن برامج مقبلة دون أن يستعرض الحصيلة أعتقد أن ننتظر أن تكون المرحلة المقبلة سينطلق من جديد في تقديم الخطوط العريضة لتصوراته للمرحلة المقبلة إن شاء الله وضح حسن خلاص أستاذ عبد وهاب بن جلول يعني التشكيلات الحزبية ناشطة يعني لحد الآن في الموعد طبعا لترويج للمترشح المجيد تبون ودعم يعني برنامجه الانتخابي أغلب الأحزاب ركزت على نجاح ممكن عهدته السابقة وتركزت كثيرا على الجانب الاقتصادي لما حققته الجزائر اقتصاديا طيلت خمس سنوات من حكم الرئيس عبد المجيد تبون كيف يعني طرأ الحصيلة الاقتصادية للجزائر لحد الآن طيلة هذه العهدى ويعني لماذا تركيز كثيرا على الجانب الاقتصادي أكثر من جوانب أخرى أكيد الجانب الاقتصادي يتعلق مباشرة بالوضع المعيش للشعب الجزائر ومنساوش كما ذكرنا أنه الأزمة اللي مرينا بها في 2019 كادت أن تنهك الاقتصاد الجزائري بما يسمح له أنه ممكن أن ينتعش من جديد وكدنا لو استمر الوضع على حاله لممكن لجأنا حتى إلى ألف مئة أو غيرها من الضوائر الاقتصادية العالمية نستدين منها ولكن الحمد لله وهنا نفتح قوس فيها الجانب يعني فقط كسدرك البداية أنه الشعب الجزائري في يوم 12-12 2019 انتخابه راح بش يعطي يقول هاو حل الأزمة والذي قرعة في ون تكون هنا من كثير ما يرجعش يعطي القراءة هذه أنه نسبة الانتخابات لو نعود إليها وكال كثير الذي ينساها نسبة الانتخابات لو نسأل الانتخابات كم يوم ينساها نسبة الانتخابات كانت 41% وذيك النسبة بعدها جت حوالي أربع استحقاقات انتخابية لم تحقق هذه النسبة المشاركة كلها كانت أدنى أدنى لكن الشعب الجزائر لما اختلف الطبقة السياسية ما بينها ما هو الحل وما هو هذا الشعب الجزائر يفصل قال هذا هو حل الأزمة وراح ونقول إذا كنت نسمع منذ قليل أنه هناك كانت مقاطعة أنا نقول لا كانت مقاطعة لكن نقول لولا المنع في بعض الولايات وليست المقاطعة المنع من الانتخابات منع بعض الشعب من أن ينتخب في بعض الولايات اللي يرجع يرجع على الديس كان ويعاب اللي كان منع لكان تجاوز النسبة نسبة خمسين بالمئة وهنا تحدي كبير للمترشحين الآن مترشحين كان في ثلاثة في أن النسبة المشاركة أن تتعدى هذه النسبة والآن تركيز كما ذكرت المترشحة بالمجدبون والجميع طب تحك ما ذكرت مثل المترشحة الأول أنه يعتمد بطريقة علمية واحترافية في صيرورة الحملة الانتخابية وآذاءها وأبعادها نفس الشيء بالنسبة للمترشح بنجيد تبون الذي أعتبر أنا أقول أن حملته الانتخابية بالذات منهار فوزه بالانتخابات السابقة بدأت حملته الانتخابية للعوذة الآذاء لأن الآن ذلك الآن وش يقال سواء بنسبة للأحزاب كان يذكر منذ كذلك أحد الأحزاب كل ما يتكلمون إنجازات وإنت في سؤالك الآن تكلم في سؤالك شق الاقتصادي شق الذي اخترته يتكلم في محتوى في محتوى هو عن الإنجاز الإنجاز هل أقنع الشعب أم لا وماذا يعني كلام هذا يعني بأن الحملة الانتخابية درتها هل أقنعت الشعب بها أم لا هل حلك السحري واسترجاعك للأموال اللي كانت حتى الآخر أيام أيام انتهاء العوذة وهم يدهرون في التلفازة باللي هاي استرجاع الأموال ويواصف المسار التعام التزام فهو يقنع الشعب والأرقام وكي نتكلم عن الجزام الاقتصادي هي الأرقام تتكلم وضعنا المال الآن هلوة فعلا وضع مريح وهذه القراءة الاقتصادية والأقصادية اللي يحكمون فيها إذن فالآن أحزاب التفاف بعض كثير من الأحزاب حول المترشح عبد المجيد تبون إحنا بالنسبة قراءتنا ما هي قراءتنا هي أنهم اقتنعوا منذ قائد كله كنا نشوفه في عبد القاب الذي كان في أحد منافسي أنا ذاك إذن فهو أقنعه كحزب أقنع حزب أقنعه وأقنع كذلك الأحزاب الأخرى وبعض التنظيمات لتنظيمات لكذلك مشات معه إذن فالحملة الانتخابية فيها النوع ما التاكتيك نشوفه هنا وقراءتي وش إياه أنا شوته حتى في جمع الاستمارات نظن ما وش من جمع السمارات بدأت منذ الهيئة للناخبة فرد بعدها بيوم تبدأت يجمع السمارات هو يخلي حتى قبل عشر يوم يبدأ يجمع السمارات ولا يضيق على رحه لا هذا النوع من الحمل الانتخاب بالنسبة إلي النوع من الحمل الانتخاب تاكتيك معنا كيف هذه أنا ماذا من الناس تقولون أنتو مارك منع تفضله نجينا في الليامات الاخرى ونبدأ نجمع ونجمع عدد ربما موجود في الإحصائية هذا النوع من الحملة اختيار الموضراء الحملة الانتخابية تاكتيك اللي ممكن تشوف فيهم بعض باللي غير معروفين ولكن هما بالنسبة إليهم الناس جدد ما عندهم عليهم حتى شي واحد ما يطعن فيهم لما بتاكتيك العملية وبالتالي اختياره لهذا الاسلوب وهذا الشكل وهذا الشي نقول فيه الادار يتغير تحريك يعني السعسية وإقناع ناقب باش ينتخب و باش الرهان الاكبر نشوف فيها الان احنا الان امام هذي المترشحين فرسان ثلاث انه في رفع النسبة انتخابية نسبة مشاركة تعال الانتخابات وكذلك انه الشعب الجزائري كان كثير ليستهين به ويقول الشعب اخي شعبنا معرف هين ما كان وانتع بطع ساكن وانتع الاخرى والله غير واعي انا تعيف ما كنت في هيئة وسط والحوار ادركت هذا جيدا ادركت جيدا انه شعبنا ما كاش ما اذكى منه كان قاع بقى صامتا ويوم الانتخابات فصل صل بصوته بالصندوق بالطريقة الالية القانونية والواضحة وهنا كذلك نجي الدسبة المترجحي انهم لازم ياخدوا بعلي الاعتبار هذا وما يبقى حتى مترجح يقول ايه ثار يا اهبض الشعب وتحارم واسمع له واش راو يقول وهدي فرصة فرصة نشوف فيها فرصة يعني اذا كان والشي المشترك بين الحزاب الكل حتى نرجع المترجح بما يشتبون نختار كل الرمزية التاريخية الامتداد الامتداد يعني كما نقول الثوري وتحريري انه جانب التاريخي يعطي كلنا مرجعية واحدة نعم مرجعية اول نوفمبر بتاريخ انتعنا فكل هم تقري بدأوا يشيرون في اختيار القسمطين معروف ايا قضية الدكرة شمال القسمطين كل مختاروا ونفس المترجح اللي نجيهم بعد اختاروا نفس الرمزية لانهم كل هم عدنا مرجعية واحدة احنا شعب واحد احنا عدنا مرجعية واحدة توافق واتفاق حول الله هذا الشي يعني ممكن الميزي ورقتي سبط الحاكي ما ذكرت يعني ارقام هي يكذبها حتى واحد لانه كان احصائيات عالمية وطعا نحن مستحضرها الان على كل حال ولكن كان الاحذات تنجزها يعني مؤسسات اقصادية عالمية وهي تقول تنبئ بانه فعلا الاقتصال الجزائري تعافى ويكفي ذلك احنا ماش ندافع عنا ولكن قراءتنا يكفي انه ميسلنا حتى واحد وما ومستدين نحتمنوا واحد نعم واضح سيد طبعا حتى الحكم ايضا لشعب وشعب والذي سيحكم في الاخير لممكن المترشح عبد المجيد تبون سعيد يرزي نو نتحدث على المترشح عبد المجيد تبون اكيد لن يزور كل الولايات اختار مجموعة الولايات فقط في حملة الانتخابية هناك مديرية الحملة التي تنشط اكيد ايضا ستزور عديد الولايات هناك الاحزاب السياسية التي لحد الان يعني زارت كم هائل من الولايات حسب الارقام تقريبا كل احزاب كل يوم يعني ولاية ولايتين في اليوم وهذا كيف طرع ممكن الحملة الانتخابية لعبد المجيد تبون بمشاركة الاحزاب وبمشاركة المديرية الحملة بعيدا عن المترشح نفسه الذي كما قلت سوف يختار فقط رمزية لولايات معينة عكس ممكن زيارة عكس المترشح الاخرين الذين يختاروا اكتر من 30 ولاية لزيارتها هي تكلمنا نحن على ان حملة المترشح الحر المجيد تبون هي تعتمد اساسا على مرجعية الانجازات التي قام بها الرئيس المنتهي عدده هذه من جهة من جهة من جهة اخرى لو لاحظنا التجمع اللي قام به الرئيس في قسطينة وتكلمنا الباريح على انه الرئيس يتجه الى قطبية القطبية الجهوية لما يروح لقسطينة بس يسترجع الباريك تاقسطينة على انها عاصمة الشرق الجزائري وعاصمة الشرق الجزائري ليس يعني بال يعني بالاستدلال التاريخي ولكن الان يريد ان ينجز اقطاب اقتصادية يعني وتكون فيها القاطرة تقودها قسطينة ثم عندك جانت لما نقوله جانت هي عينة ميلاس هي اليزي هي تمرس ثم نروح الى وهرن كعاصمة الغرب الجزائري ثم اخيرا العاصمة اظن انه في مديرية الحملة الانتخابية للموتار الشيحة المجيد تبون بمساندة من احزاب كبيرة وهناك احزاب يعني متوسطة يعني ميش بالزخم اللي فيها احزاب ما يسمى باحزاب الاغلبية الرئاسية صحيح جبه التحرير الوطني الارندي جبه المستقبل وحركة البناء الوطني وهناك احزاب اخرى ميش بالثقل تعالى الاحزاب اظن ان الرئيس والخطاب انتعوا الباريها كان يتكلم على رؤوس اقلام يتكلم عن الانجازات ويتكلم على ها واش درنا ها واش درنا ويعطيلك حتى كيف كنا ويعطيلك على المخاطر والامور اللي جوزناها والحلول اللي لقيناها والوضعية على الجزائر كما تفضل الاخر عبدوها اظن انه الاحزاب الان اللي راي تسندوا هي اللي راي تدخل في التفاصيل من خلال التجمعات والحملة الانتخابية اللي راي يقوموا فيها في ولاية الى اكثر من ولاية يوميا هما يعتمدوا دائما يعني نفس الخطاب يعني نشوف بليه نفس الخطاب انه الرئيس وجد الجزائر كذا وكذا واسترجع كذا وكذا وقام بكذا هذه يعني نفس الخطاب نفس الطريقة انهم ما يتعبوش يعني باش يقنعوا الهيئة الناخبة الان تكلمتنا الباري على نقطة مهمة ما يسمى بالاغلبية الصامتة احنا عنا 24 مليون و 200 ألف هيئة ناخبة ناخبة احنا لو نعتمدوا على الرئاسية السابقة 41% اكثر من نصف لم ينتخب كيفاه نقنع قم باقناع هذه الاغلبية الصامتة ان تنخرط في العملية الانتخابية وتصوت على مرشح من المرشحين الثلاثة نقطة مهمة جدا مدام رانا في الجزء الخاص بالمترشح الحر عبد مجيد تبون كثرة اللغط على قضية في التكتو في موقع التوصيل على تصريح المتعلق بفلسطين أنا عندي مقاربة قراءة باش ما نكونوا الشعبويين وما نكونوا شوهم الان لابد انه نعود الى القاعدة التي تبنى عليها عقيدة الدولة الجزائرية توجه فلسطين وتوجه الشعوب التي المضطهادة فلسطين الان لما يتكلم الرئيس لو تفتح الحدود لم يتكلم على معبر رفح لانه اصلا هذا معبر رفح هو جزء من ما يسمى به خط فيلاديرفيا وخط فيلاديرفيا هو خط اسرائيل ونحن لا نعترف باسرائيل ولا نعترف ابدا باسرائيل نحن نعترف بالحدود الفلسطينية المصرية الان الرئيس لا يتكلم لانه يريد ان يبلغ اشارة مشفرة او غير مشفرة لا تصريح واضح تصريح يعني واضح لا لا تصريح واضح هذا واضح يعني واضح اظن انه يعني بدون تفسير اخر بدون تأويل لا بد ان نأخذ التصريح الرئيس كما صرح به ان الجزائر راه مستعدة انها تعيد بناء اعمار غزة بالامكانية انتاحة بالجيش انتاحة بكل الوسائل المتاحة لها ثم هناك نقطة مهمة جدا تكلم الرئيس بنوع من شيخ فيب يعني هكذا على الجالية تعني الاخري بالمناسبة الان لابد من المترشيحين انه ما ننسوش الجالية تعني عندنا في فرنسا اكثر من 6 ملايين يعني مواطن جزائري يحمل جنسية مزدوجة ولكن الاصل من هذه انه عندنا الكفاءات عندنا رجال اعمال نجحين في النشاط الاقتصادي لما تكلم سيسمع على الاقتصاد عندنا رجال اعمال نجحين في اوروبا في فرنسا لابد ان نستقطب هذه الفئة ونجيبوهم خاصة ان قانون الاستثمار محفز من اجل الاستثمار وخلق ثروة وخلق مناصب شغل كان ملفات الان موجودة على مستوى مكتب الرئيس المنتهي عدته ملفات يعني ملفات حساسة لرجال اعمال جزائريين حبوا يستثمروا في الجزائر ولكن نعودون للكلام الرئيس هناك مقاومة هناك من يعرقل هناك من يقوم ب يعني بناء جدار لهؤلاء رجال اعمال باش ما يدخلوش الجزائر لانه هؤلاء نستفيد من خبراتهم والرئيس كم من مرة في لقائه مع الصحافة الوطنية يتكلم على هؤلاء النوابق وهؤلاء النفاءات باش تخدم بلدها اذا لابد انه نفكوا الحصار على هال الملفات وان شاء الله يعني اي واحد اللي يوصل بعد سبعة سبتمبر خاصة الاسباقية لما نقول انه كان عنده الملفات هذو السيد الرئيس انه تعالج في اقرب وقت لانه هذا جزء لا يتجزأ من الجزائع وهم اخوانا وهم عنصر فاعل في التنمية الاقتصادية في الجزائع نعم واضحة سعيد يرزين نذكر فقط بمجموعة من تصريحات انه باش ناخذ حق كل الاحزاب السياسية فتح بطبيق من ولاية بسا اكد على بشاريع الكبيرة التي انجزها الرئيس وخاصة في قطاع المناجم تحدث على غارج بيلات وايضا طبعا هذا مشروع غارج بيلات وانشاء خط السكة الحديدية بين بشار وتندوف طهر بن بعيبش من سطيف قال شدد على اهمية الموعد الانتخابي وقال انه هذه فرصة لاسقاط كل مؤامرات وقطع الطريق امام المتآمرين على الجزائر من جرينا اكد من ولاية خنشلا على انه الرئيس قال انه خنشلا كانت مظلومة من طرف العصابة تحدث على خنشلا كانت مهمة ثم اكد انه الرئيس يحرس على التوازن الجهوي هذه يعني جملة من التصريحات المساندين لرئيس المنتهي وليته عبد مجيد تبون والمترشح الحر ممكن في كلم يعني في رجالة سيد حسن خلاص نتحدث على رئيس الجمهوري عبد مجيد تبون المنتهي وليته وايضا برنامجه الانتخابي اكيد انه البرنامج هو واضح سابقا اليوم الرئيس يرافع على انجازاته خاصة في عديد من مجالات اقتصادية اجتماعية ومحاربة الفسد شق المحاربة الفسد ايضا لقي اهتمام كبير من الرئيس وشهدنا لحظة اعلان ترشح الرئيس اعلان ترشح الرئيس في المرة السابقة تحدث على استرجع الاموال منهوبة كنقطة رئيسية في اسباب يعني ترشح هذه العهدة انه سيواصل محاربة الفسد واسترجع الاموال منهوب والله ان في هذا الحديث اخوة هنا كان فيها الاقتصاد الاقتصاد اخذ حصة الاسد نعم تحدث الاستاذ عبدالهاب واستاذ السعيد عن هذا الجانب من جوال المختلفة ولكن مريد ان اوضيفها جانب مهم مهم جدا وهو الوطنية الاقتصادية فيهم الفهوم جديد وهو الوطنية الاقتصادية او بتعبير اخر جزارات الاقتصاد جزارات الانتاج يتحدث عن تشجيع الانتاج جزائرية عن مسكن جزائري عن ربما في المستقبل سيارة جزائرية تشجيع وتحفيز الاندماج ايضا في الصناعات المختلطة بين في الشراكة بين حتى بين المؤسسات الاقتصادية الاجنبية يعني فيه تحفيز على جزارة وعلى وطنية الاقتصاد عليه لان النظرة الى الاقتصاد لا يمكن ان تغيب عنها نقطة مهمة وهي التهديدات التي تتلقاها الجزائر من الخارج في اي لحظة يمكن ان يكون محل حصار مواقف الجزائر الدولية ربما تزعج وقد تؤدي بنا الى لا قدر الله الى ردود افعال منها النقعة في حصار مثل ما حدث في السعينيات لا بد ان نتذكر لا بد ان تكون ذاكرتنا ذاكرتنا قوية الجزائر تعرض لحصار من اتحاد الاوروبي الا ما عاد ايطاليا فقط لتعاملت معنا ونخشى نخشى بمواقفنا وبصمودنا بمواقفنا الثابتة ان نتعرض مجددا لمؤامرات منها الاقتصادية ولهذا لا بد من اعداد العدة والحصين الاقتصاد الوطني وجلب رجال الاعمال الجزائريين في الخارج ايضا مهم للمساهمة للمساهمة في التنمية لان كما يقولون لا بد ان احنا نحصن اقتصادنا نجعله جزائري الى اقصى حدود الى اقصى الحدود ثم بالنسبة لفكرة الفساد فكرة الفساد نعم فكرة الفساد هذه ضروري ان عملية مكافحة الفساد مش قضية عام ولا عامين ولا ثلاثة هناك عملية مستمرة لان الفساد في خلال عشريتين كاملتين تسرب كالسرطان استشار استشار كالسرطان في المجتمع في الادارة في الكل ولهذا اشتثاثه واستصاره ليس بالعملية بين عشية نوضحة ولهذا لابد ان تستمر فقط النهاية النقطة الاخيرة بالنسبة للجالية نتمنى ان يلتفت الى الجالية الجزائرية ان تقام هناك ربما تجمعات في باريس او في مرسيليا خاصة في فرنسا التي فيها جالية كبيرة نحن نعرف ان قيمة الجالية الجزائرية تاريخيا نعم وهي التي غزت الثورة التحريرية ومنها انطلقت الحركة الوطنية في العشرينيات من قرر الماضي نعم واضح حسن خلاص اذا هذا الجزء المتعلق بحملة المترشح عبد المجيد التبون الذي كانت هناك حزاب كثيرة قامت بعديد من النشاطات الميدانية في مختلف الولايات سنذهب الى فاصل ثم نعود ونستكمل النقاش واليوم الخامس من الحملة الانتخابية مع المترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف بعد هذا الفاصل مرة أخرى مرحبا مشاهدين الكرام لاستكمل برنامج رئاسيات والذي نقشنا فيه الحملة الانتخابية للمترشحين يوسف أوشيش وأيضا المترشح الحر عبد المجيد التبون الآن نستكمل البرنامج بالحملة المترشح عبد العالي حسن شريف عن حركة مجتمع السلم الذي زار اليوم ولاية الجلفة كما نتابع في هذه الصور كان في ولاية الجلفة وقدم أيضا جملة من التصريحات والتقاء بالمواطنين في الشارع نتابع هذه الصور حسن بريسيدون حسن بريسيدون حسن بريسيدون حسن هو الرئيس حسن هو الرئيس هو الرئيس يا حسن سيسير يا حسن سيسير مcereلا ومليين حسن جديدك حسن بريسيدون إذن كما تبعتهم هذه مقتطفات من زيارة المترشح عن حركة مجتمع سلم عبد العالي حسن الشريف إلى ولاية الجلفة والتقى هناك بالمساندين والداعمين لعبد العالي حسن الشريف ممكن نبدأ بسيد عبد الوهاب بن جلول نتحدث عن أيضا المترشح الثالث عبد العالي حسن الشريف عن حركة مجتمع السلم في زيارة لولاية الجلفة ممكن رمزية زيارة أيضا ولاية الجلفة التي معروفة أنه مهتمة كثيرا أيضا بالعملية الانتخابية وتساير وتواكب دوما العملية الانتخابية باهتمام متزايد ممكن الحركة حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن الشريف الذي هو لأول مرة يترشح وحتى الحركة أيضا بعد 95 إلى غاية اليوم وهي مقاطعة اليوم تشارك يعني بمترشح كيف ترى ممكن أهمية هذه المشاركة يعني حركة حمص في هذه الاستحقاقات كما ذكرت يعني من البداية أنه كل تقريبا مطار الشحين كلهم يعني له خطته له استراتيجيته في الحملة الانتخابية وابتعد حتى تكون مدروسة بشكل علمي والالتزامات التقتها يعني حركة حمص يعني من 62 هكا الرمزية التاريخية تاعة تاهمون ممكن بالالتزامات تاعة المترشحة السابقة يعني المنتهي تعوديته سيضا ما يجبون تبون يعني لربع وخمسين بتعرضوك التزامات واقلة ما زال معنات عليها تكون 17-18 تزام حزب الالاس دعما زال مش عارفين ولكن يعني حمص لما معروف الحزب هذا اللي هو له قدرة كبيرة على التعبئة وحزب نقدر نقوله منظم وله من المناظلين يعني ممكن ليعبقوا بشكل يعني كبير جدا واختيارهم ربما ارى في رأينا اختيارهم للجلفة لانهم يعلمون جيدا بالنسبه للجلفة دعما نقوله جلفية يعني تقريب العرش الكبير اللي في منطقة الجزائر كاملة اكبر عرش في الجزائر عرش ولا ادناي المعروف يعني يعني اكبر عرش لما توشي كما نقوله راك توشيت يعني من الولايات قتلت المراجعة اكبر عرش في الجزائر معروف يعني نعم معروف انتهم وبالتالي هما وهذه اللي عام انتخابها كما ذكرت يعني يعني الهدف مني اني كيفاش نقدر نحصد عدد الاصوات الاكثر وبيتالي عليها ان اختار الممكن نخير مش نقدر نزور الولايات كاملة وبالتالي نختار ممكن على شكل الولاية أو على شكل أسلوب مذكرناه بالنسبة من ترشع الأول يعني نفسيه بالنسبة لحركة مجتمع السلم يعني اختارت الاختيار هذا حتى ممكن توشي أكبر عرش وربما هنا هنا مزجة في الأسلوب أو الطريقة بين العمل الجوال والعمل داخل القاعة حتى يدلي ممكن يعني تصريحات ما يتعلق بالالتزامات اللي رح يفحات ما إذا كان فازه بمنصب الرئاسة الجمهورية وكما ذكرت يعني الشيء جامع جدا يعني تشوفوا انه رامي تحركوا ونسموه في الأصوات يعني حسني بريزيدون هناك هناك حركية نعم هذا الشيء يعني شنا بنسبة لنا حتى انه في الشارع يعني رمزية انه تمشي في الشارع يفرح يعني الكلام يقول يقال انه فلانا مفصل فيه رئيس ولا فلانا مفصل فيه إخلاق وهذا والكلام هذا لو يضرب مصداقية تعالى الانتخابات ولكن لما تشوف مصداقية خاصة نتكلموه على حركة مجتمع السلم اللي دايما يعني نشوفوا في مواقف هذا دايما عندهم الريبة والشك من أنه ماذا مصداقيتهم للعمل الانتخابية وأنها مجرد سوريا ما نكونوش شغل العاود كما يقولوا تعصيبات غير ذلك تعصيبات ويرها ولكن المرة هذا أنه مدخلوا الانتخابات من ضرره من زاوية واحدة أخرى من زاوية واحدة أخرى يعني اللي تريح الرياحية خلاص وصل حزب مثل هذا يعني اللي هو خارج اللي نخوض هالانتخابات خاصة أنه حركة مجتمع السلم يعني عندها تمثيل وعندها قوة في المتواجد نعم شركة شريعية أي شركة شريعية وفي المحلية المحلية الأمر يختلف لكن في الرئاسية هل أشوفش أنه الرئاسية أمر مختلف ممكن الكتلة لنفسها مثلا كتلة الناخبة لحركة حمس التي تحوز عليها في البرلمان يستمروا يستمروا وربما هذا ربما بالنسبة لي نشوف دخولهم الانتخابات المحلية السابقة يعتبر ربما تحسبا الانتخابات الرئاسية لأنه من سيستمرون في هذا في الانتخابات الأعضاء المتعام في المحليين أنا نشوف مثلا في التكتوك كثير من الأعضاء في المجلس الشعب الوطني أو في المجلس الأمة رام يقوموا في عملية عملية حملة انتخابية عملية انتخابية يستمرون في هذا الأمر يستمروا فيه دخولهم هذه خطوة لكن أنا حبيت أشير إلى ماذا نعم أنه دخولهم انتخابات الرئاسية على خصوصيتها كذل المؤشر فعلا أنهم يعني عبر ماذا نازهت هذه انتخابات بعدما شاهد انتخابات الرئاسية السابقة بمعنى اللي اعطاها الصندوق هذا كهو وهذا مؤشر إيجابي واللي ممكن نخل لنحن هذه الحسة الهدفة الحسة هو أن كلنا معنيين بنسبة المشاركة وليس فقط إلا وذلك الكلام الخاص موجود للنخبة كلنا معنيين أن نعبع الناس تدلي بصوتها بشكل حر وها وها مترشحين بالمترشحة نتكلم عني الآن بأن يدلوا بأصواتهم وصوت تكريم محفوظ وتشارك في عرس انتخاذ من سيقود هذه العهد الخمس سنوات القادمة إذن ونرجع لحركة مجتمع السلم يعني اللي هما يعني معروفين بالذكاءهم وبخبرتهم وبتجربتهم الكبيرة جدا في الحاملات الانتخابية واللي يعتمدوا كثير هما الآن نشوفه فقط شفنا الآن يعني صور اللي متعلق بالمترشح حداجه ولكن ندري أنه يعتمدون كثيرا على العمل الجوار العمل رح نرجع ممكن هذه النقطة سيد عبدالوهب بن جلول نتحدث مع سعيد إرزي يعني في نقطة أخرى عبدالعلي حسني شريف اليوم في تصريحاته من ولاية الجلفة قال أنه سيجعل من ولاية الجلفة قطب إقليمي كبير وتحدث على ضرورة أنه يكون إعادة تقسيم تقسيم الجغرافي وتقسيم الإداري سواء لولاية الجلفة الرئيس المترشح عبدالمجيد تبون يعني كان باشرة بعملية تقسيم إداري كيف ترى أهمية تقسيم الإداري خاصة الولايات الواقعة يعني بوابة الصحراء إلى غاية الجنوب يعني كبير أظن أنه كما تفضل الأخب لهاب على نقطة مهمة أنه الجلفة تعتبر عاصمة أكبر عرش في الجزيرة أولاد نيل ولما نقول يعني إلى الأغواط إلى جزء من جنوب المدية إلى تيارة إلى البيض يعني هذا العرش يعني هالإمتداد أفلوا الآن كانوا ولايات منتدبة جديدة رايتفرعت من جلفة وما يكفيش حتى عين وسارت ونطبر يعني مدينة كبيرة جدا وفيه يعني كثفة سكانية أظن أنه كل ما يكون فيها تقسيم إداري جديد طلعوا يعني مليعة وتكون فيها ما يسمى بلا مركزية وكذلك تكافؤ الفرص وتقسيم الثروات بالعجل وكل منطقة عندها الخصوصية متاحة أظن هذه مفتاح من المفاتيح في إطال الحملة الانتخابية للأستاذ حساني لكن أعود إلى نقطة مهمة أنه حركة مجتمع السلم يعتبر حزب ليستعجل في قطف الثمار هو أصلا مكون بأن يكون له النفس الطاويل مهم مش أنه دخل الرئاسيات يعني دخل بكل أرياحية وحتى لما نسمع الأصوات نقول حساني بريزيدون أو شيش رامي نقول بريزيدون أو هذي أنا أنا أتوق إلى تلك اللحظة اللي نجتمع فيها كجزائرين بمختلف توجهاتنا السياسية وتوجهاتنا الفكرية وين في صهرة فرز الأصوات وين جماعة المطرشح تبون مننا المطرشح الثاني المطرشح أو شيش كل ما يفرزه وقتها تروح الواحد إلا وتكون فيها زاغريد ويكون فيها التصفيق ويزم هذي نتوق إلى هذه اللحظة لأنه عندنا بزا ما عشنا هذي اللحظة هذي شي مهم جدا بمختلف يعني طيارات الفكرية والاتجاهات قال العبدوهاب العسل لازم نجحوه بقوة المشاركة نحن كنخب في البلاطوات هناك نخب رأي في الساحة هناك نخب مؤثرة تلقاه داخل المقهى ولكن مؤثر تلقاه داخل المسجد تلقاه داخل يخدم عامل جواري في إطار جمعية تطوع تلقاه مؤثرة للإنسان هذو الناس عندهم دور نحن لدينا دور ومسؤولية في دفع الهيئة الناخبة والمواطن إلى الانتخاب وإلى التعبير على سلطة لأنه هذا شيء مهم جدا ولعل اختيار نولي إلى بيت القاصيد اختيار ولاية الجلفة من طرف الحساني الجلفة تعتبر بوابة مثل بوسعادة بوابة إلى الصحراء والجلفة تعتبر من بين الولاية العشر الأكثر كثافة بعد العاصمة وهرانتيزيوز وسطيف قسنتينة الجلفة تعتبر الولاية يعني بوابة الصحراء اللي فيها كثافة سكانية وتفضلت سيسماعيل على أنه الجلفة دائما تحطم الأرقام القياسية في نسبة المشاركة نحن نسبة المشاركة وشيء مهم جدا أظن أنه حساني يستثمر في هذه الهيئة الناخبة في الجلفة من أجل حصد عدد ممكن من الأصوات التي تجعله يعني يتقدم ربما يقول لك أنا ماذا بي نتقدم في هذه الولاية كان ولاية من الولايات كان مطرشيحين يركزوا عليهم ولكن مهما يكون لمعيشة طلقات حتى في الانتخابات يقول لك الأصوات طلقات لقات الأصوات هذه هي وضح سعيد يرزي سيد حسن خلاص اليوم حساني شريف يعني استنكر و يعني رفض ما ترويج له بعض الأطراف كما قال قال أنه هناك أطراف في الداخل تزعم أن الانتخابات محسومة وأيضا هي محسومة لموطرشح معين وقالت أنه وقال أنه هذه الممارسات يعني كلها تلتقي عند نقطة واحدة مع المخططات الأجنبية التي تستهدف الجزائر يعني هذا التصريح للمترشح حسني شريف يعني أعاد ممكن الحديث حوله وممكن الأساتي تفضلوا على أنه الانتخابات كلمة الانتخابات محسومة يعني كلها فقط مغالطات للتشويش على العملية الانتخابية طيب أولا لابد أن نذكر بأن حركة مجتمع السلم شاركت تشارك من المرة الثانية في الانتخابات الرئاسية وقد نأت بنفسها في كثير من المناسبات عن المشاركة في الرئاسيات كانت تشارك في التشارعيات وفي المحليات صحيح ولكن قليلة المشاركة لا تشارك في الرئاسيات ربما هذه المرة الثانية وهي جرأة ربما جرأة من قيادة حمص للتقدم في الرئاسيات في ربما في تغيير المقاربة في تغيير المقاربة لأن ربما حركات الحركات الإسلامية في كل دول العربية والإسلامية يعني عرفت تراجع في مشاركة على مستوى القمة إنما تشارك فقط على مستويات أدنى فالآن تقدم حركة المجتمع السلم إلى الرئاسيات هو استثناء استثناء جريء طبعا بالمقارنة مع ربما السياق والتاريخ الذي يعرف به هذا الحزب ثاني لوحظ حاجمهم وهي البرغماتية البرغماتية يعني لاحظوا انخفاض محسوس للشحنة الإديولوجية في الخطاب فيه خطاب برغماتي يتحدث عن تقسيم إداري يتحدث عن تنمية يتحدث عن مشكلات المواطنين الحقيقية بعيدا عن الحديث عن الهوية وعن جانب الحضاري وعن جانب الإديولوجي وغير ذلك فهذه أيضا تفرع وربما يعني قفزة في الخطاب تجعله أكثر يعني قربا من المواطنين وأكثر وهو قد فهم أن الآن أفضل طريق أفضل طريق للوصول إلى الناخبين هو يعني هذا العمل هذا التفاعل كما حدث مع مرشح الأفافاس والمرشح الحر ولهذا في هذا نقلة مهمة جدا اختيار الجلفة اختيار الجلفة أيضا أعتقد ربما أكون مختئا أن حسني يريد مزاحمة الرئيس المترشح لأن الرئيس المترشح زار الجلفة مرتين أو ثلاث وكان اهتمامه بالجلفة مهم جدا كوعاء انتخاب مهم فركز حتى في خرجاته كرئيس على ولاية الجلفة وحسني يريد أن يزاحم ه في ربما في ذلك الحقل الذي حاول أن يستثمر فيه الرئيس عبد المجيد تبون أعتقد أن كل هذه المعطيات وحديثها عن تقسيم إداري وبالمناسبة بالمناسبة لأن الجغرافية الجزائر هي واحدة منذ الاستقلال هي واحدة المتغير هو السكان عدد السكان وانتشار السكان وهناك حاجة ملحة هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في التقسيم الإداري في الجزائر بشكل جذري والشام لأن التغيير الديمغرافية والانتشار وربما يعني انتشار السكان في الرقعة في الرقعة الجغرافية أصبح الآن يدعو أو يستدعي إعادة النظر في هذا التقسيم الإداري لكن الآن الاختلاف سيكون فقط في النظرة الاستراتيجية العلمية المدروسة ذلك التقسيم الذي لا يخلق الفتنة في المجتمع لأنه عرفنا كان فيه محاولات التقسيم الإداري ولكن اعترضتها بعض الاعتبارات اعتبارات جهوية اعتبارات محلية اعتبارات قبلية وعشائرية وغير ذلك وانا اعتقد انه لابد من اخذ بعض الاعتبار هذه المعطيات في تقسيم إداري يوفر الامان يوفر الاستقرار ويتيح المجال لترمية افضل لما يخدم هذه المناطق ايضا طبعا في نفس النقطة ممكن للسيد عبد الوهاد بن جلول يعني حساني تحدث على ضرورة تعمير الصحراء قال انه الصحراء يجب ان نعيد تعميرها لانه تحدث على هناك مشكل ممكن في او المشاكل اجتماعية ممكن البطالة انتشار البطالة وغيرها من الامور وقال هذه لازم انا وشدد او قال هذه انا التزم بانه يوفر ممكن كل البيئة المناسبة انه تكون الصحراء مستقطبة لليد العاملة ومستقطبة للسكان ايضا لتكون كمساحة ايضا صالحة للعيش كما قال يعني وانت ممكن سيد بن جلول انت ادرى ايضا بشؤون الجنوب الجزائر اكيد ايضا ولاية من جديدة وشساعات صحراء ويعرف اكيد حتى لنضم تكون استفاد رأيه سيأخذ بين الاعتبار استفادت تكون من تقسيم الادان اعتقد نعم اصبحت ولاية الان تكون يعني هي ولاية هذا رقم الرم بتاكم انت نعم هذه ممكن نقطة ايجابية في التقسيم الاداري كيف ترى اهمية التقسيم الاداري سيد من جديدة اكيد يعني كل المترشحين هما يسعى كما يقول باش يحصد كما اذكر يعني السعيد والسعيد يعني وكذلك الاستاذ يحصد يعني اصوات كما مثلا المقاربة داشئة يعني دائما احنا نقول لأ بسفتي كا استاذ يعني دائما المتحنين في الباكالوريا نقول لهم دائما ننصرهم نقول لهم يعني كيف يعني تدري بالنقاط بالمناسبة عندك التوأم التوأمتين زوج ابنة جابوا الباك نبروك عليهم وهاكذا بالنسبة المترشحين فهم كل يعني يحاول اول باش ما ننبروش يحاول كيفاش يحصد يعني الاصوات ومن الجهة الثانية يعني لانهم ما ننسوش باني خاصة نتكلم على المترشح يعني حسني انه عنده حزب تعاون عنده مترشحين عنده منتخبين منتخبين محلي والوطني وبالتالي يعني محتكين بمواطنين يعفون شغالتهم ولما نتكلم عن الجنوب جزائري والصحراء جزائرية حتى انه يعني احنا لأسف شديد دايما لما لما ينظر لنا يقول الصحراء دايما تأخذ شغل لنا مساكين هكا الاخرى الاخرى هذك نظرنا بنو نظرت العطف رغم فانه يعني صحراء الجزائرية لا دايما نقولهم فيها لا نظرنا مناطق ربما هي الاسف الشديد احنا بعدنا السياحي و هذي كان ولاية رائدة في عديد المجالات يعني فيها مناطق صحراوية فيها يعني اذكر كنت صغيرا يعني وفي الحياة نتاعي وكنت اسكن لما نكون جالس يعني ونا صغير ورغم احيانا كان ضيق هكذا ومصنوعة بشكل كانت مبنية بشكل يعني تقليدي وغير ذلك يعني الجبس وغير ذلك انه السواحي يعني من خارج الوطن خارج الوطن يأتونا يمرونا منا امام بيوتنا يعني يجو يقصدون الشمال وما يقصدون الشرق يقصدون الصحراء واذكروها هنا في قوس يعني منطقة سياحية فيها شبشب وحيرة تجمع بين منظر منظر البحر ومنظر الوحيد ومنظر الصحراء والرمو يأتونا بالفلو كانت ملتم هزلنا امام البيت حتى مؤخرا زرت منطقة المليعة فيها نستغربت يعني يعني منطقة سياحية بامتياز حتى منطقة سياحية بامتياز في سكرية يقول وفي سحراء جنة كلمة ما هو موجودة دون النظر الى التعمير تحراء والأخر هذه وبالتالي فالمترشحين لما يعني تكون عندهم وعود في حال ما نجحوا يعني تجاه السحراء فهي مشروعة وواقعية فعلا وبحاجة يلتفت اليها اي مسؤول يكون فيها بدء المسؤول المحلي لانه لو انا لنقصر ذو جيت هنا سبحان الله والله العظيم حتى استغرب ليروحوا الولايات الدول المجاورة يدروا السياحة ويخلوا وشعدنا هنا والله لا استغرب انا شخصيا استغرب بالمناسبة يعني اغتري من فرصة انه شيء مهم جدا هذي انه لابد نعمر الجنوب واناك الوكال الوطني الاستثمار وعلى رأس الاستاذ ركاش يعني راه قامت بيدور منطقة صناعية مناطق صناعية كبيرة اذا استرجعت العقار الصناعي واصبعت توزع العقار الصناعي بعدل وبتنقيط في ارضية لانه شيء مهم جدا كانت الناس تلعب تشجل وهو يسحق الفين زوج قطارات وهو يدير عشرين قطار ولكن في اخر المطاف تتحاسب عليها كيف تشجل في الارضية هذي شيء مهم جدا الان متلعبش الناس تدي بالديراء دينار رمزي للمنطقة صناعية وتعاود تباعه لان نراحضوا باللي هذا السياسة هذه الرشيدة توجه الى خاصة الولايات الهضة بالعليا وولايات الجنوب من اجل اعمارها وشيء مهم جدا من اجل حد نديرو الحد النزيف هذا تع نزوح الى مناطق اخرى ونسيان المناطق اللي مهمة وهي اهم نعم ورح سعيد ارزيل طبعا لانه الوقت انتهى ووقت البرنامج انتهى طبعا حاولنا انه نلخص كل ما يتعلق بنشاطات المترشحين لهذه الانتخابات الرئاسية اكيد سنواصل تغطيتنا المستمرة لهذه الانتخابات مشكورون ضيوفي الاستاذ حسن خلاص والاستاذ بن جلول مرحبا بك مرة اخرى اكيد مرحب بك دوما في بلاتوغ قناة الوطنية سعيد ارزيك العاد ايضا شكرا على تحليلاتك ووجودك معنا في برنامج رئاسيات اذا كما قلت التغطية ستستمر الى غاية نهاية الحملة الانتخابية يوميا في برنامجنا وفي برنامج اخرى ابقوا اوفياء لبرامج قناة الوطنية تحياتي الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر